تعاف حراك كنت تتكلم في نقطة مهمة كمان على فكرة الضغط العالي وقرأ للطورة زمان كان يقولك الجملة الشهيرة اللعب المصري تفوق على اللعب الأفريقي بالزكاء وبالمهارة والحاجات اللطيفة دي دلوقتي هو اللعب الأفريقي والمحترف في أوروبا بقى عنده زكاء وعنده مهارة وعنده سرعة وعنده قوة وعنده حاجات تانية كتير يا اه شوف ماتش السنغال ومصر وكل شوية يعني ألاقي الناس تقولك ايه طب ما كيروش حدا لعبنا نهائي أمم أفريقيا وخسرناها بركلات الترجيح ولعبنا مع السنغال مش عارف ايه ماتش كاس العالم الاتنين وخسرنا مش عارف بركلات الترجيح ما تشوفوا تسعين ديئة كان فيها ايه شوفوا الأجسام بتاعت السنغال والرشاقة بتاعت عبت السنغال يعني ازاي اللعيب السنغالي طويل وعنده قدر من العضلات وفي نفس الوقت مهاري سرعة ومهارة ورشاقة يعني ازاي التوصله لده اللي بقوله بص اللي بقوله ده لازم يكون فيه كل مدرب في مصر لازم يبقى مشغول بالكورة زي الصحفي بيبقى مشغول بالكورة او لازم 24 ساعة تبقى شغلاك تبقى تفكر فيها صح بتتغير ازاي بتتطور ازاي عشان انت كمان تتطور وتتعلم صح الصبح حضرتك تقوم من النوم تقوله هتعلم النهاردة هاعرف النهاردة بمنطال بساطة لكن كلكم اسادزة لا يعني ايركسون لما جيه مدرب منتخب انجلترا السويدي لما جيه ومعه مدرب منشستر يونيت لللياقة والاحمال البرازيلي عمل سيمنار الحقيقة انا حضرت السيمنار ده بس بيتبص جنبي فين المدربين بتوعنا بتوع الدوري بتوع الاندية فين هم الحقيقة يعني انا فاكر الوحيد اللي انا تذكر له كان موجود بدر رجب يعني بيبتلي طريقه في عالم التدريب يعني لكن انا دورت على المدربين اللي عتاولة يعني فيش حد ومش عايزين تتعلموا مش عيب انك انت تتعلم مش عيب انك انت تعرف الكلام ده سنة 2005 مش عايز اقولك يعني ان ده اتكرر كتير ويعني طول ما انت مش يعني حاسس ان اللي عندك قلاصة والطب لا مش هنتطور ابدا شكرا لنا بارت угال